وللمزيد بشأن جولة رئيس مجلس الوزراء وبدء إجراءات الإفراج عن الشحنات في الموانئ يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس هنا من ميناء الإسكندرية كان اليوم الأول للإفراج عن عدد كبير من البضائع وأيضا ليس فقط من ميناء الإسكندرية ولكن أيضا من عدد ثلاث موانئ أخريات تم بالطبع تخريج منهم عدد كبير من البضائع هذا بعد القرارات الأخيرة والمجهدات الأخيرة للدولة فيما يخص توحيد سعر الصرف أنه يعني عملوا على أن لا يوجد سوق موازية القضاء على السوق السوداء وكان هذا عن طريق تحرير الصرف بالأمس وبالطبع هذه هي النقطة الأولى التي تم البناء عليها البناء عليها باستخراج هذه البضائع مما سيوفر عدد كبير من السلع داخل الأسواق المصرية النقطة الأخرى هي توفير سعر الدولار وتوفير الدولار في البنوك الرئيسية والبنك المركزي مما سيساعد التجار على بالطبع الاستيراد الخاص بالسلع الأساسية وهنا نتحدث الدكتور مصطف مدبولي عن السلع الأساسية سلع الأساسية نتحدث عن سلع غذائية بجميع مجتملاتنا نتحدث عن الأدوية نتحدث عن أيضا الأعلاف نتحدث عن هذه السلعة ستكون لها الأولوية في الحصول على مصادر الدولارية من داخل البنك المركزي أو البنوك المختلفة أما السلع الاستهلاكية كما ذكرها دكتور مصطف مدبوني ستتذيل القائمة هذه الرسالة الرسالة الأخرى أيضا كانت للتجار بالعمل على تغيير استيراد السلع الاستهلاكية إلى سلع أساسية وهمة للمواطن المصري مما سيساعدهم أيضا على توفير الدولار وأيضا سيساعدهم أيضا حزمة الاستثمارات المختلفة والحوافز الاستثمارية المختلفة التي وفرتها الدولة خلال الفترة الماضية للتجار بشكل عام وللمستثمرين للإستثمار في المواد الأساسية والتصنيع الأساسي داخل جمهورية مصر العربية والآن عودة إليكم مرة أخرى